طيب جاي اما به هذه الحدث العالمي والصدمة الكبيرة وهذا الألم بزيزة المشجعة الريال بص انا شخصيا ما كنتش متفاجئ قوي رغم ان انا كنت شايف انه قرأي ملامسك زينا كلنا بس كنت حاسي ان فيه حجمة مرتدة هتحصل وحصلت عشان كده ما تصدمتش قوي يعني مش كامل مع بريسي رأي كيف الوضع كله طيب هو عماتها يعني لما حنيجي نبص عليها فقف انها وكان يعني مزاد وانت عارف ان انت داخل مزاد واكبر دليل ان انت عارف ان انت داخل مزاد انه هو فيه سنة واحدة بس في عقده انت بتعرض 160 و180 مليون يورو فانت فاهم كويس جدا ان في السنة اللي هي السنة الاخيرة في عقده دي حيتحط قدامه اغراض بقى ما حصلتش هو ده اللي بيخليك تروح تدفع 180 يورو في سنة يعني ده حاجة طبعا ما بتحصلش طبعا يعني محمد صلاح علشان فيه سنة بس في عقده وهو هداف الدوري الانجليزي بالناس بتتكلم انه ممكن والله 40 ممكن 50 فانت متخيل 180 في السنة لأ ده طبعا كان لان ريال مدريد فاهم كويس ايه اللي حصل وبعد كده سعي ريال مدريد انه ياخد موافقة مبدئية من بدر اوي ليه برضو لانه فاهم لدرجة انه برضو يعني معلش واريال مدريد برضو ما كانش هياخده ببلاش مع واريال مدريد كان معارض برضو مكافئة توقيع 200 مليون يعني موضو رقم كبير طبعا وخد بالك ان ده برضو بينقلنا النقطة ان الناس احيانا بتوحط تحتفي تقولك ياه اللقيت ده جاي ببلاش معاك في حد في الزمدة بيجي ببلاش اللي ما بياخدوش النادي بتاعه بياخدو هو وكيله بربع ليك فهو طبعا لا هو ما استناش لنهاية عدوه عشان خاطر يجي لك ببلاش او استنى لنهاية عدوه عشان هو يستفيد من اللي كان النادي يستفيد من النادي بالضبط فطبعا هو ريال مدريد كان فاهم ان هو مزاد وبريس سان جيرمان قدراته المادية انه يدفع في المزاد قبر ودي حاجة منطقية جدا مع التدخلات طبعا بتاعت ماكرون وان لا اقعد وانت بالنسبة لنا رمز من رموز بريس ومن رموز فرنسا والمشروع وانت اللي هتقود المشروع وانت المستقبل فدي كلها اغراءات كان ريال مدريد فاهم كواس جدا هو بيتعامل معها ازاي وحصل في الاخر ان كيلينم بابيتار فدلوقتي ريال مدريد هو في موقف صعب ليه موقف صعب لان فرونتينو بريس مش اللي يحصل معا كده يعني لا يا معلم انا ما يدعش علي اصف من غير مذيب صفقة تقيلة لازم حد الجماهير تشتري التيشرت بتاعه وانلاقي ستين الف سانتيجو برنابيه وطهيصة وما ينفعش يعد علي سيزون اللي فات سيزون اللي فات مجابش صفقة كبيرة مشكلة انه اهم ورقتين كانوا في الماركت هم هالند ومبابيت اللي اتنين روح عشان كده انا متوقع ان فيه تحرك جاي قوي فيه اسم محمد صلاح هيتقال على الترابيزة فيه وانشلوتي بيحب محمد صلاح وانشلوتي لسه قايل ان محمد صلاح عنده حق وهو فعلا افضل في العالم في مركزه وكده ولا كده لما هتيكي بقى تبص اصلا لتشكيل تريال مدريد هو مبابي لما كان هيجي كان يروح هو ناحية الشمال وهيروح فينيسيوس ناحية اليمين وي بنزيمة هيفضل هو مهاجم وي بنزيمة خلص بيشطب نقول مثلا كمان سنتين هيشطب وي كلين مبابي هينطقل هو كمهاجم وفينيسيوس يرجع لمركزه وكلين مبابي بقى يمشي في المسيرة بتاعة كريسيانورنالدو ده الرسمة اللي كانت تبدو منطقية دلوقتي فينيسيوس هو متقلق ومتوهج وبيعمل ارقام رهيبة فإفضل زي ما هو في مركزه ها خليجني زي ما انت بالزبط ويبقى بقى مين أحسن وين جي مين صلاح طيب قبل ما نروح لفاروق انت أصلا تحب ان انسيوس هايسيب ليفربورو راح المدريد جدا جدا ده نفسي فاهمن زمان يا راجل على قل في النهائي ده محدش يتقيمني بالخيانة انا بحب اليمين مدير جدا تمام وسنفسي محمد صاحب ما يطلعش من البريمير ليج شكله لايق عليه البريمير ليج شكله حلو مش هنحارب بقى حتى ناخد الكراز هابية بسهولة مش هنحارب حاصل ايو اقار يا بلده هياخده على طوز بربع لي